وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مواني دبي العالمية لتعزيز التعاون والتنصيق في مختلف المجالات وهدف البروتوكول لتضافر الجهود بين المؤسستين والاستفادة من خبرات كل منهما لتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على مجالات التعليم والصحة والتدريب والتوظيف وتمكين الاقتصادي والمساعدات الغذائية والاجتماعية والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مواني دبي العالمية لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات البروتوكول يهدف إلى تضافر الجهود بين المؤسستين والاستفادة من خبرات كل منهما لتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على مجالات التعليم والصحة والتدريب والتوظيف والتمكين الاقتصادي والمساعدات الغذائية والاجتماعية والتنمية المستدامة وكافة المجالات ذات الاهتمام المشترك اليوم مميز لأنه أول بروتوكول تعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة خارج الدولة مؤسس دي بي ويرد الخيرية مؤسسة الحقيقة بتعمل في مجالات كثيرة جداً بيهتم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التعليم، الصحة، المرأة، ريادة الأعمال ودي الحقيقة مجالات اشتغل فيها التحالف الوطني وحصل على ثقة القيادة السياسية في هذه الجهود اللي بتساند جهود الدولة النهاردة البروتوكول الأول من نوعه أنا بسميه يعني في إطار الدبلوماسية الإنسانية اللي بتتماشى مع الدبلوماسية الرسمية للدولة زي ما حضرتك عارف تشرفت مصر به حضور رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والنهاردة في عقب هذه الزيارة بتأتي مؤسسة دبي الخيرية لمواني دبي إن هم يعملوا هذا البروتوكول مع التحالف الوطني أهم هداف البروتوكول هي مبادرة العودة للمدارس هدفنا بسمة الطفل المصري في محافظة أسوان والأقصر في دعمه بتزويده بأدوات المدرسة وتشجيعه على الذهاب للمدرسة وهو عنده جميع الإمكانيات سواء الدعم المعنوي والدعم المادي للمؤسسة تقدمه وإن شاء الله هذه المبادرات سترسم البسمة لجميع الأطفال وستشجعنا نحن في العمل على مشاريع أخرى إن شاء الله يبدأ تنفيذ البروتوكول مع مؤسسة مواني دبي العالمية بمبادرة العودة إلى المدارس استكمالا لجهود التحالف الوطني في موسم المدارس لتوزيع طرود ومستلزمات مدرسية على طول نهر النيل بداية من محافظة الأقصر ومرورا بمدينة إسنا ومدينة إتفو ومدينة كومومبو وانتهاءا بمحافظة أسوان والتي تأتي تتويجا لعلاقات التعاون القائمة بين التحالف الوطني ومؤسسة مواني دبي العالمية سعداء بتوقيع بروتوكول التعاون بين التحالف والمؤسسة وإن شاء الله يكون بداية جديدة لتعاون قوي وفعال ومستدام ما بين التحالف الوطني وما بين المؤسسة الدولية المحترمة سعداء بوجودهم معنا في الأقصر النهاردة وكل الدعم لكل هذه المبادرات وكل هذه الفعاليات البروتوكول سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك في المستقبل ترجمة نانسي قنقر